كميات كبيرة من مياه وادي عبدي هنا في بلدية تغرغار بولاية باتنا لم يستطع الفلاحون استغلالها بسبب عدم الحواجز المائية والسواق الفلاحية ما جعلهم يفتقدون للمياه وهي تتدفق أمام مرمأ عينهم فتاش غرنغا لاغمزرو غرنغا بوغلاذا غرنغا الغيران غرش داي كل الجنانات الاسودو دايين مزيانا وكل تاويه نوسوف اي فزدهن اي فزده دي كروا هني فزد طلب السلوطات الفلاحية والمديرية الفلاحية اغنخذ من هيريقويا هيريوا السيمة الفلاحون طلبوا بإنجاز حواجز مائية وسواقف الأحية لإنقاذ مصدر رزق مئات العائلات ببلدية تغرغار وكذا تخفيف مصاريف الساقي التي يتكبدونها يحاول الفلاحون في كل مرة تجديد هذه السواقي وهذه الحواجز على حسابهم الخاصة لكن كل شيء يعود إلى نقطة السفر بمجرد فيضان الوادي